على بعد عشرة كيلومترات غرب مدينة زنجوبار في أبيان تقع منطقة الديو كواحدة من المناطق الريفية القريبة من عاصمة المحافظة تمثل الزراعة في هذه المنطقة أهم مصادر الدخل لنسبة كبيرة من السكان الذين تجاوز عددهم الألفي نسمة خصوصا بعد وصول أعداد كبيرة من النازحين القادمين من مناطق الاقتتال في محافظة الحديدة تقريبا عدد منطقات الديو ألفين نسمة وهذا يعني من ناحية الأطفال فيها تكون بحدود ثلاثمائة نسمة لأنهم يريدوا تعليم يريدوا استفحة يريدوا كل شيء يعني حتى لوحد مرض من الأطفال فيها يكون يعني ما حد يقدرش الله في حالات الطارقة وكما هو الحال في معظم المناطق الريفية يعاني المواطنون من انعدام المشاريع الخدمية أبرزها التعليمية حيث لا وجود إلا لمدرسة ابتدائية بينما يجد الأطفال الذين تجاوزوا المرحلة الابتدائية صعوبة في الانتقال إلى مناطق بعيدة ويضطر الكثيرون منهم إلى ترك مقاعد الدراسة خصوصا الفتيات اللاء وصلت عدادهن قرابة المئتي طفلة في هذه المنطقة المجلسة تم بنائها عبر مشروع التنمية الريفية قبل أكثر من ثلاثة سنة لم يتم نجول مكتب التنمية ببناء حتى فصل توقيت هذه تعليمات في المحافظة الأول توقيت هذه تعليمات في المحافظة الثانية ببناء مجلسة وأضافة فصول لهذه المنطقة ولا زال لم يحصل أي رد غياب دور السلطة المحلية وعدم الاهتمام بالمناطق الريفية التي تشكل أكثر من سبعين في المئة من جغرافيا المحافظة ينعكس سلبا على المواطنين الذين يعيشون أوضاع معيشية غاية في السوء نتيجة انهيار الوضع الاقتصادي الذي ضاعف من معاناتهم بصورة أكبر في المناطق الريفية لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان قناة بلقيس